ونتابع معكم ضمن فقراتنا المتنوعة في رمضان والناس ونهتم أكيد بالنصائح والمعلومات الطبية وهذه المرة في فقلات الصحة والتغذية سنتحدث أكثر عن عسر الهضم في رمضان بسبب التغيير الجذري في مواعيد الوجبات والتنوع الكبير أيضا للأطباق في سفرة الإفطار في رمضان يصاب الكثير من الناس بعسر الهضم بحيث أحد الأسباب الرئيسية لعسر الهضم هي اتباع عادات غذائية صحية يعني تكون خاطئة في بعض الأوقات يعني التناول السريع للأكل المتنوع وبكمية كبيرة والشرب العصائر والغازات ما تلاقيش سفرة ما تخلاش من الفيمتو والمشروبات الغازية الكولة نعم مش عارف إيش مع أنه هذا فعلا مضر بالمعدة وقولتك سماح وجوم ويصدم المعدة صدمة على المعدة ولكن سنتعرف في هذه الفقرة على عادات غذائية صحية ستحمينا من عسر الهضم ومن مشاكل الهضم وأيضا توفر لنا راحة نفسية وجسدية خلال فترة الصيام المزيد من النصائح التغذوية السليمة مع خصائية التغذية وعد حبوش السلام عليكم يسعد مساءكم جميعا اليوم بفقرة التغذية رح أحكي عن مشكلة عسر الهضم هلأ مشكلة عسر الهضم هي مشكلة شائعة الحدوث خلال شهر رمضان المبارك من أعراض مشكلة عسر الهضم هي الإحساس بالتخمة والشبع بسرعة ألام في جزء العلو من المعدة النفخة وتكون الغازات الشعور بالغثيان وكثرة التجشؤ هلأ ممارساتنا وطبيعة أكلنا خلال هالشهر الفضيل للأسف بتخلينا أكثر عرضة للإصابة بمشكلة عسر الهضم هلح نقسم المسببات لقسمين المسبب الأول هو عبارة عن قسم بيحكي عن العادات الغذائية الخاطئة اللي نعملها إحنا في رمضان وبتسبب لنا مشكلة عسر الهضم من هاي العادات هي الأكل بسرعة وبكميات كبيرة من الأكل في فترة زمنية قليلة هاي التصرفات بتسبب لنا مشكلة عسر الهضم بتخلي من الصعب على معدتنا هدم الطعام بالسرعة اللي إحنا منأكل فيها هلأ القسم الثاني اللي بنا نحكي عنه هو الأغذية أو الأطعمة اللي قد تسبب عسر الهضم الأطعمة اللي ممكن أنها تسبب عسر الهضم هي الأطعمة الخالية من الألياف الأطعمة الخالية من الألياف نحكي عن الخبز الأبيض عن الرزو الأبيض عن العصائر وعن الحلويات العالية بالسكر بشكل عام الجزء الثاني من الأطعمة هي الأطعمة الحارة واللي هي بشكل كبير بتسبب عسر الهضم الأطعم الحارة ممكن نوع من أنواع الناس يكون عندهم حساسية في معدتهم لا تكون حساسية مرضية لكنها تتحسس من الأطعم الحارة وهذا قد يسبب عسر الهضم النوع الثالث من الأطعمة هو الأطعم العالية بالدهون العالية بالدهون الضرة طبعاً وهي المقالي مثل البطاطا المقلية مثل السمبوسك أو حتى الخضروات المقلية سواء البيتنجان أو الكوسة أو أي أنواع خضار تاني النوع اللي هو يعمل الأطعمة وهي المشروبات الغازية والكفايين تمام؟ كثرة شرب المشروبات الغازية والكفايين قد يؤدي إلى مشكلة عسر الهضم قد يؤدي إلى خربطة في إفراز هرمونات المسؤولة عن الهضم والأحماض اللي يتم إفرازها في المعادة ختاماً يجب أن نقلل من تناول الأطعمة اللي تم ذكرها وعكس السلوكيات الخاطئة اللي منتصرفها خلال شهر رمضان مبارك علشان نتجنب الإصابة بمشكلة عسر الهضم كنت معكم أنا أخصاً يتغذي وعد حبوش صياماً مقبولاً وإفطاراً هنيئاً ودمتم بخير موسيقى 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 موسيقى